الآن فيه حكومة الإفاق والانقسام الحاصل في المؤسسات وعجز كامل لهذه الحكومة بعد 4 أو 8 سنوات وعدم قدرتها على تقديم أي شيء ولو على مستوى كهرباء والقمامة نهيك عن توحيد البلاد وبناء المؤسسات وغيرها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة